فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك يا مولانا أملنا صلاة تعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد الله أمين وبعد أحبتي في الله في كل ربوع الدنيا حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قلوا أمين ولا زلنا في رحاب مدرسة الأخفية أسبوع اللي فات كنا بنتكلم على سر بين العبد وربه اللي هو الإخلاص اللي هو لما حضرتك ربنا إن شاء الله يمن على البلاد والعباد وأن تفتح أبواب الزيارة إلى بلاد الحرمين مش ضروري حضرتك تصور لنا نفسك في المطار وحضرتك لابس ملابس الإحرام ومش ضروري تخلينا نطوف معاك ومش ضروري تخلينا نقف معاك في جبل عرفات لا بعض الناس بيعمل الكلام ده من إظهار الفرح نعم ولكن احضر فالرياء يهدم العمل عرف مشكلة الإنسان لما يفقد الإخلاص سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وأرضاه وكرم الله وجهه بيقول للمراء علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ليه؟ لأنه دايما مستني متح الناس مستني كلام الناس أما ليه؟ علشان كده لو الناس ما مدحتوش تلاقي العمل بتاعه بينزل والناس لما تمدحوا تلاقي العمل بتاعه بيرتفع حتى في شغلك خلي بالك وانت بتشتغل وتاخد مرتب لازم تبتغي بهذا العمل وجه ربنا سبحانه وتعالى ونقول لكم على حاجة بسيطة قوي كل حلقة وأنا بحضرها ممكن أتزني وأقول ما نقول أي كلمتين وعدي وأرجع أقول لا ده الحلقة دي ربنا اللي هيتفرج عليها طبعا المعنى مجازي هنا ولكن لا ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كده وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَوَا حَسْرَةَ الْنَاسِ دِهِ عشان كده ربنا في القرآن الكريم تكلم على مصيبة ناس لما تكلم عليهم قال عنهم اسمع كده تعبير صعب أوش محتاج أن أنت تعلمه اسمع ربنا قال إيه إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ خلي عملك عشان ترضي به ربنا حتى ولو لم يرضى عنه الناس مش مهم إن رئيسك في الشغل يسنع عليك مش مهم إن هو يديك ترقية ومش مهم إن انت تفضل قاعد على الكرسي فتعمل عشان ترضي الناس لا اعمل عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى اعمل العمل اللي تاخده في إيدك لربنا سبحانه وتعالى وحذر كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله اسمع كده اسمع سيدنا ثوبان وهو بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركز في الكلام ده قوي والله لا تركز فيه كل مدير في مصلحته يركز فيه كل مدير هيئة يركز فيه كل مدير عام يركز فيه كل وكيل وزارة يركز فيه كل وزير يركز فيه كل إنسان يتولى أمر مسؤولية حتى في أهل بيتك لإنك رئيس جمهورية بيتك أنت الرائب تعبيته كل واحد يركز في كلام النبي أوي صلى الله عليه وسلم بيقول لأعلمن النبي اللي بيقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة يا الله بيضاء إلا يحصل لها رسول الله اسمع النبي فيجعلها الله هباء منصورا فيجعلها الله هباء منصورا ربنا يخليها هباء منصورا طب ليه يقول أكيد كفرين مش مسلمين زينا لا اسمع النبي بيكمل وقول أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكن قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حط بقى تحت إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي مليار مصيبة أن يرأي الناس أن لا يهتم بمدح الناس وقال لا يهتم إلا بقدح الناس لكن في ناس مش مهم معهم الناس ولذلك حتى في القرآن ربنا قال للنبي بعد ما تصلوا عليه اسمع كده قبل ويه ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك أنت ما تعرفهمش لكن ربنا عارفهم اسمع كده سيدنا مسلمة بن عبد الملك كان قائد جيش المسلمين وبعدين راحوا حصروا قلعة من قلاع الروم والقلعة كانت محصنة تحصينا شديدا وكانت منيعة استمر الحصار أيام وأيام طال الحصار والروم ما استسلمتش بل الروم بترتفع حالتها المعنوية كلما امتد الحصار أيام والأبواب موصدة ودب اليأس في قلوب المسلمين خلاص أدركوا أنهم مش يفتحوا القلعة دي ومش يستطيعوا أنهم يخشوها بس لما ابن عبد الملك ردوان والوهي عليه وأرضاه أعاد ترتيب الجيش كده وأعاد دراسة الخطة لأن مكان واحد نقرى واحدة كده نقض واحد كده صغرى وحيدة في قلعة الروم خرم في أحد الأسواق اللي يستطيع أنه يعبره يفتح الباب والمسلمين يخشوه لكن ازاي؟ دي محاولة انتحارية مجمونة 100% يعني اللي هيعده هيموت ما فقاش كلام ما فقاش تفكير اللي هيقرب هيموت دا الروم حصر الحتة دي بالذات بكل ما أوتيت من قوة يعني المهم سأل الصحابة من اللي يضحب حياته وقال في الجيش كده من يدخل النقل اللي هيستطيع أنه هو يخش فإن قتل في وسطه فله الجنة وإن شاء الله ونجا هيدفع الصخرة للتحبس الباب وهيكبر هنخش وراء طيب أم واحد كده ملثم كله قاعد ساكن لمهم انتحارية مضمونة 100% اللي داخل داخل على طول على الموت مش داخل مفيش أمل في نجاح فأم واحد ملثم كده قال له أنا قال له طيب على بركة الله فدخل واقتحم وأزاح الصخرة ثم فتح الباب وكبر فدخل المسلمون فاتحين انتهت المعركة فمسلم ابن عبد الملك عايز يعرف مين ده مين اللي من عليه ربنا بالجزاء العظيم ده علشان يبدأ يرفع اسمه الخليفة ويبدأ يذكره بقى بين الناس مفيش حص ولا خبر عام يا جماعة محدش يعرف لا مش عايزة يا جماعة لا مش عايزة فسيدنا مسلمة جامع الجيش وقال أقسم بالله على صاحب النقب أن يأتيني عايزة في أي وقت من الليل أو من النهار أول ما الليل دخل كده وأرخصه دولة جه صاحب النقب وهو ملثم ودخل على مسلم ابن عبد الملك خمته بعد المستأذن فقال أتعرف صاحب النقب قال نعم ولكن ليه شروط ثلاث قبل ما اكشف عن نفسي ليه ثلاث شروط قال له تفضل قال له أول حاجة أن لا يرفع اسمي إلى الخليفة حد يش يعرف عني حاجة قال له ماشي قال له الأمر التاني لا تؤمر لبعطاء ولا بمكافأة قال له ماشي قال له الأمر التالت ما تخبرش عني حد قال له ماشي فقال ها أنا ذا ثم أماط اللي ثام عن وجهي فنظره فلا يعرفه أحد حتى هذه اللحظة إلا سيدنا مسلمة بس سيدنا مسلمة عارفين كانوا بيدعى ربنا كل ليلة وهو سجد بيقول إيه؟ اسمع بيقول اللهم حشورني مع صاحب النقر آه والله اللهم حشورني مع صاحب النقر عشان كده في القرآن تلاقي ربنا بيهتمل بالناس حتى لو ما ذكر لكش اسمهم هو ركز بس معايا كده أمرأة فرعون احنا نعرف اسمها من القرآن ما ذكر لناشي القرآن اسمه خالص مش كده؟ ومع ذلك ربنا ذكر جزاء في القرآن إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين استنى هي أم موسى احنا نعرف اسمها في القرآن اللي ربنا بشرها إنها يرجع لها موسى وإن هو هيربط على قلبها وإن هو يجعله من المرسلين لا اللي ربنا قال لها في القرآن كده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين يا سلام لو ما تنشغلش بالناس وتنشغل برب الناس يا سلام لو تسيبت إليفونك شوية في العبادة وما تصولناش نفسك وإنت على سجات الصلاة ولو إنت بتتبح ولو إنت بتدي الفقير ده وصل بجرم البعض إن هو ينزل كشوف الفقراء على وصائل التواصل الاجتماعي لإنه بيرتل شيء معين بالله عليكم أهذا يرضي الله أو يرضي رسول الله خلونا ناخد أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلي سيتم محمد أنا ابني متصفة ديس عوزت تدعيله في المستشفى العسكري اسم أحمد أحمد أيد نعم بالراحة أحمد 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 مين أنت أم أحمد أحمد أيد أحمد أيد مين صديق متصفة ديس ونجله متصفة العسكري عوزت تدعيله بس مش عوزة حاسي حاضر يا أمي حاضر يا أمي تدعيله خلي الناس كلها تبتعلوا ربهم فيه أسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المباركة أن يشفيه شفاء لا يغادر السقمة اللهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق دموع هذه الأم التي انفطر قلبها واشتد حزنها اللهم بحق جزعها اللهم بحق شدتها على ولدها وبحق دموعها التي انهمرت من عينها وأنت أرحم الراحمين أنت أعلم بقلبها وأنت أعلم بنفسها وأنت أعلم بمصابها وأنت أعلم بألمها اللهم اشفي ولدها شفاء لا يغادر السقمة اللهم اجبره بجبريتك وألبسه ثوب الصحة والعافية انظر إليه نظرة رضا انظر إليه نظرة شفاء انظر إليه نظرة تكرم انظر إليه نظرة صحة انظر إليه نظرة عافية هو وسائر مرضى المسلمين اللهم آمين أم يقين السلام عليكم سلامك الله من كل سوء ومكروط أنا بحبك في الله أنا وأهلي كلهم أحبك الله والذي أحببتيني فيه ربنا يبارك فيك أنا بس بسأل على الثياب أنا كان علي رمضان لأني كنت حامل والدكتور صمم أن أنا أفضل تمام تمام فأنا بعوضه بس بيقولولي آآ مقولة يعني أمعرفش هو بابا يقالها لي أنا أمعرفش هو عارفها مجين بيقولي أني اليوم بي لو جات عليه السنة اليوم بيبقى بيومين أبوك شغال إيه لا هو والدي كان شغال نقاش وحاليا آآ ربنا يدينه استخالي علم عايش ربنا يدينه الصح مش معايش ولا حاجة هو قاعد في البيت قاعد في البيت فاضي آآ فاضي لا هو مش فاضي ولا هو أصلا عايزة أحضرات كمان آآ هو بيأزم في جامعة بس في البلد على رص بس أنا مش عارفه بس أنا مش عارفه بيأزم في جامعة آآ بيأزم في جامعة آآ لا 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 ده فقه المصطبة ده مش فقه نح طيب غفر الله لنا ولا وبرك الله في الوالد الكريم أنا عايزة أقول حضرتك تدعيله لأنه قالوا قلتتين أطال الله عمره وأحسن عمله وشفاه وعفاه وجبره بجبرياته والبسه وثوب الصحة والعافية حنيئا لكي قيامك بالسلامة يا ست ميقين أسأل الله العليا القدير أن يبارك في يقين وأن يبارك في أخواتها وفي أبيها وفي أمها يا أم يقين التأخير في رمضان مرفوض والتأخير في رمضان معناه إن regime عد عليه رمضان التاني لان واحد هيقول لي التأخير في رمضان مرفوض إزاي لانستين عائشة كانت بتصوم اللي عليها في رمضان في شعبان مركزين يعني كانت بتؤخر إلى شعبان طيب يبقى القصد إن ما يجيش علينا رمضان التاني بعض علمائنا قال لو جي عليه رمضان التاني بغير عذر يعني واحدة عليها زي المياقين كده رمضان بس بتردع يبقى ده عندها عذر انخافت على رضيعها وانخافت على ولدها واحدة كان عليها ايام العذر الشري لكن حصل عندها كذا مشكلة يبقى ده عندها عذر يبقى ما اخرتش عن عمد لكن احنا بنقول اللي بتأخر عن عمد قال بعض العلماء بان عليها صيام اليومي واطعام مسكين ككفرة للتأخير او للتسويف في حق الله سبحانه وتعالى طيب اختنا المياقين تعمل ايه تصوم رمضان بس اللي عليه مع لهاش لا يوم بيومين ولا حاجة خالص ابدا ولا عليها كفارة لان هي ما اخرتش عن عمد ولم تسوف عن عمد وبادروا بالطاعة واحدة تاخد بقوله من عائشة او واحد يكون عليه ايام ويقضيها في شهر شعبان لا بأس ولكن بادروا بالاعمال الصالحة وسددوا ديونكم التي لربكم عليكم فانكم لا تدرون ايكم قد حان موعده واينا قد اقترب اجله والانسان وجب عليه ان يتخلص من ديونه الالهية الالهية ومن ديونه البشرية اسأل الله العلي القدير ان يرزقنا خير العمل وان يرزقنا الاخلاص في كل شيء تعالوا نطلع لفاصل نصلي فيها للنبي العدان صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة المباركة التي تعرض فيها صلاتنا مباشرة على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعول الله وبحوله وبقوتي سيام الرجون منه شفاعة تنصل عليه وسلم تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قلنا بنتكلم قبل الفاصل أنك لا يغرك مدح المادحين ولا قدح القادحين إنما انشغل بمرضاة رب العالمين يعني ايه الكلام ده هقولك على سيدنا الإمام السجاد عارف مين الإمام السجاد سيدنا علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين رضوان الله عليه وأرضاه وعلى جده أفضل صلاة وأتم سلام سيدنا زين العابدين كان بيحمل جراب الدقيق على ظهره بالليل ويتصدق بيه وكان يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وبعدين لما مات وغسلوه مش معنى بالليل عشان ما كانش عايز حد يعرف عنه شيء ده كان عايز يقوم فيه إخلاص كامل لله سبحانه وتعالى موضولة ربه على كده خد بالك وبعدين لما مات وغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار السواد في ظهره وعلى كتفيه فسألوا زوجته قالت لهم ده من الجراب اللي كان بيشيلوا علشان كل ليلة من فقراء المدينة يقولوا إيه فقراء المدينة ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين يا الله هو الراجل ده ما كانش خايف إن هو يقولوا عليه بخيل ولا حاجة ده يقولوا مش مهتم إن هم يقولوا إيه خالص أبدا هو مهتم بمرضات مين بمرضات الله سبحانه وتعالى خلينا ناخد جيهان وبعدين نرجع نهتمم الكلام ست جيهان السلام عليكم أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ محمد اتفضل يا ست الكل أنا بس بعد إذن حضرتك أنا بس محتاجا نهتك تسعلي وقت بس أكد ما حضرتك فيه لأن أنا عندي كذا مشكلة وعايزة حضرتك تفيني فيه على راسي اتفضل أول سؤال لي يا حضرتك إن أنا طورة الكحف لازم لما أراها أراها قبل صلاة الجمعة ولا بعد صلاة الجمعة حاضر تاني حاجة أنا ببقى في بعض الأوقات أبقى نايمة أو صحية من النوم أو راحة شغلي أو راجعة من الشب بتحصل لي حاجات بشوفها أو بتكلم مع أشخاص أو بقابل أشخاص الأشخاص دي أنا شفتها قبل كده واتكلمت معها وقبل ما بيرد علي الجواب بتاع الكلام أنا ببقى عارفة هو هيرد علي ويقول لي إيه طيب الموضوع ده تعيبني جدا طيب طيب أنا ببقى أنا بقى يعني من كتر كتر الموضوع ده بيحصل معي بقيت باستنها إنه هو يحصل طيب حاضر الحاجة الثالثة والآخرة أنا كنت مجاهزة أختي الصغيرة آآ كنت جبت لها حاجات بالتقصيد وكنت متفقة على صاحب الدين اللي علي إن أنا بقى أستطي مبلغ كل شهر ألف جنيه آآ كنت مبلغ كل اللي كان عليها تمانين ألف طمين دفعت له مقدم تلاتين بقى عليها خمسين طمين فضلت أسدد له ألف جنيه كل شهر في مواعيد الرسمية لحد ما سددت له ستة وعشرين ألف طمين آآ فضل عليها أتبعة وعشرين جيه والدي رمضان اللي فدهوت اللي قبله آآ أحب إنه هو يجيب طلب قبل الفطار من البلد اللي إحنا قاعدين فيها آآ ركب الموتسكل بتاعه ومشي فلا قدر الله الحمد لله على كل شيء عمل حدثة بموتسكل طيب فطبعا أنا طريقت إن أنا أتكفل بولدي وصرفت عليه لحد ربنا ما هوه بالسلامة فأتعصرت إن أنا أكفى آآ آآ رحت للراجل صاحب الدين وقلت له أنا دلوقتي الظروفي كذا بسي ما راحني يا مني اعتباني لسه ما سددت لك شا حاجة هو بقية المبلغ عليه زي ما هو بس ماشيني ألف جنيه كل شهر زي ما أنا ماشي عشان أنا مقدرش أتعطر من كيف آآ رفض وآآ ثورج علي الدنيا قال لي لأ أنا عايز بس أنا ما بقابلش رب آآ قلت له أنا مسامحة قال لي لأ ما بقابلش رب أنا ليه 24 ألف عايز صح قلت له أنا ما عايزش آآ المهم اتعصيته منش يدفع راح اشتكاني يا شيخ بتمانين ألف تمام ما اشتكانيش بالبين اللي علي اللي هو 24 آآ اشتكاني بالتمانين ألف طيب دلوقتي لأنا أدري أسدد له ألف جنيه كل شهر ولأنا أسدد له ولأنا أدري أسدد له الاربع وعشرين إيه السورة؟ ولأنا أدري أنا في بيتي لأن أنا معايا ست كبيرة والدتي ست وقائدة مسنة قعدة بيها لأنا أدري حتى مش قدر أروح لحد البيت حتى أشوف لأن خد علي زوجك فين طيبة؟ أنا مطلقة أنت مطلقة تماما وأختي دي كتعيش مع وديتي منين حضرتك؟ منين؟ أنا ممو حافظة كفر الشيخ طيب إرجعي معلش يا ست مونة خدي تلفونها وسيبيلي تلفونها بعد إذنك وبعتولي أنا على الخاص بعد إذنك ست مونة بعد إذنك وأنا أتواصل معاك بعد الحلقة إن شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء أحمد معي أيوة يا فندي السلام عليكم أتفضل يا فندي إزاكا مولان الله يسلمك من كل سؤن ومكروم تفضل أنا أحمد محمود منصور إندي الشيخ محمود منصور عندي رحمة الله عليه رحمة الله عليه ورد الله والد والدي كان من رجال الأزقف رحمة الله عليه ورد الله عن جميع نجال الأزقف وعن جميع المسلمين والمسلمات نعم يا فندي حالياً ماشي في 64 سنة الله يديك العمر والصح لما كان عندي 61 سنة طبعاً بعد والدي ما توفى لغاية سنة 95 والدتي كان بداخل المعاش هو توفى بدري أنا رحمة الله عليه وكان شغال مدرس في مدرسة قطاع خاص تمام لما توفى والدي والدتي كان بداخل المعاش أنا طبعاً عمري وكنت بفكر في معاش لغاية لما وأنا بقى أشتغل في شغل الكافتريات والمطاعم ماشي الأنبوبة كبيرة بواز الضهري ودواز الضراعي ربعتش أقدر أتحرك مدرسة المشلول طبعاً لجأت للتأمين والمعاشات وصرفوا لي المعاش لمدة سنتين بعد ما عديت الواحد وستين سنة مم وفوق جئت بهم أعطيين المعاش بعد الوقت من يوم تلتة وعشرين وواحد اندي فات بعد سبعة شهور يا مولانا كل يعني كل كرسي عندي في البيت أنا بعته عشان أرجع أرجع المعاش ثاني ومعديش وسطة غير ربنا حاض وكشف الطيب ببتاقي أنا عملت كشف طيب دو حضرتك مينين يا محمد مينين يا محمد أنا أصلاً مش شرقية بس مقيم في الإسماعيلية جنب بنتي عشان بنتي متجوزة وقاعدة في إسماعيلية أنا مقيم جنب منها طبعاً ارجع للكنترول ارجع للكنترول ما عليش يسيب لي تليفونك وينقدر الله احنا نشوف حالتك الأول وين ربنا قدرنا ووفقنا نتواصل مع أخواننا اللي في التأمينات والمعاشات وربنا يقدرنا على أن نزيل أي مانع إن كان هناك مانع ولو حد بيسمعنا من أهل الفضل ومن أهل الكرم ومن أهل الجود مما لهم السلطة في التأمينات والمعاشات مش محتاج أقول أن مثل هذا يبكي فلا خير فينا مش محتاج أقول أن ده راجل شاب فالله يستحي منه الراجل ده أصبح ذا شيبة عدى الستين هذا أسير الله في أرضه هذا ضيف الله في أرضه فأكرموه هذا الذي وهب عمره لبلدي فلابد وأن يكرم أنا بقولي الكلام ده علشان كل واحد بيعطى المصالح المسلمين بل مصالح الناس كلها سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد راجل غير مسلم يمد يده على باب المسجد أو من الدنيا وما عداش لأنه من جملة الرعية لأنه من جملة الرعية فاتقوا الله معاشر أصحاب الوظائف الذين يعطلون مصالح العباد والبلاد وما أكثرهم والله إحنا بنشوف أمور عجيبة وإحنا بنقدم صالحنا الحكومية بنشوف أمور لها عجب العجاب تلاقي الواحد قاعد مسك المصحف مصحف إيه اللي مسكه حبيبي مسك السبحة راح أصلي الظهر دهري إيه يا حبيبي أقعد يا حبيبي أقدم صالح العباد وطبعا لما الواحد ما يكونش ليه لزمة ولا معروف مالوش عايزة لكن لو معروف تتقلب له الدنيا وتقوم الدنيا ولا تقعد فإحنا عايزين نتعامل مع ربنا ما نتعاملش مع الناس المشهورة والمعروفة واللي بنخاف منها وبنعمل لها ألف حساب مثل هذا يبكي كل على الدنيا السلام أرجع تاني لأختي جهان أختي جهان بتسأل صورة الكهف تتقري إمتى تتقري من بعد مغرب يوم الخميس لحد عصر يوم إيه لحد عصر يوم الجمعة خلاص كده يبقى من مغرب يوم الخميس يجوز الكراءة إلى عصر يوم الجمعة أردتها بعد العشة يوم الخميس ماشي أردتها بعد الفجر يوم الجمعة ماشي أردتها بعد الضهر قبل الدور كل هذا جائز إن شاء رب العالمين خلاص كده أرجع تاني وقصة أختها الصغارة اللي جاهزتها الرجل ما غلطش وغلط يعني ما غلطش وغلط أنت كنت راح تجري للربا وتقولي لي راضي يا راضي بإيه ده حكم شرع يا فندم ملوش علاقة برضاقي وبغضبك ربنا في القرآن قال كده وأحل الله البيع وحرم الربا وكلمة أنا راضي دي أنت بتفتحي باب فساد وإفساد لا يعلمه إلا الله توبي إلا الله منها أنا عارف إنها من الزنقة ومقدر والله ولكن أنا بحذرك مش معنى إن أنا راضي راضي بإيه أنا أرضى بما يرضى به الله وبما يرضى به رسول الله الراجل الطيب يا رب يكون سمعني واللي إن شاء الله هتواصل معاه يقينا إن شاء رب العالمين بس يا رب يكون سمعني قبل ما تواصل معاه يا سيد الحبيب ربنا في القرآن بيقول إيه اسمع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهِ يا الله خيانة ربنا يا عمي الشيخان أنا رفعت واصلا أماني عنك لا لا ب viene بكلفتكش بي خيانة لله وخيانة للرسول وخيانة للأمانة اللي استقبنتك عليه ليك 24 ترفع 24 وطالبها بمصاريه في المحاماة وبأتعاب الأضيح أكك وإن تجاوزت تجاوز الله عنك وإن يسرك يسر الله عليك لا سيما وهي كانت منتظمة في السداد عارف إن عندك مجهوريات وعندك وعندك وعارف ان انت لو فتحت الباب ده مش هتلاقي تاكن عارف ولكن انت بعين الخبير تنظر وبعين الرحمة تنظر واجعل في تجارتك جزء ان تتاجر فيه مع الله سبحانه وتعالى اجعل في التجارة دي فك القربة وتيسير على المعصر اجعل في التجارة دي اللي ربنا بيقوله في القرآن وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميصرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اسمع بعد يا بعد يا على طبيب ليه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وحسرته ازاي الحال لو مدت انت دلوقتي ها وسبت وصلاة الامانة وجبنك ما يعرفش حاجة ما انت مش اقل له اسرار التجارة لقى واحدة عليها ثمانين الف قال لها لازم تسد الثمانين الف هتاخد الباقي وراستك وانت تسأل عن مالك كله مصيبة الميت انه يترك ماله كله ويسأل عن ماله كله ارجع وارجع لنفسك ورجع نفسك قبل فوات الاوان ارجع كده وركز لان الوقوف قدام ربنا صحب اوش ارجع بك تاني واحنا بنتكلم عن مدرسة الاخفياء الناس اللي كانوا دايما اهل عطاء واهل فضل واهل رضا الامام المواردي رضوان الله عليه وارضاه ما فيش طالب علم ولا طالب حديث اللي هو يعرف من الامام المواردي الامام المواردي ده كل كتبه ما ظهرتش في حياته تخيلوا كل كتبه ما ظهرتش في حياته اللي ان شاء الله فيه ايه المشكلة اه الامام المواردي كان يصنف الكتاب يكتب الكتاب او يقلف الكتاب ويشيلوا في مكان ما حدش يعرف وبعدين قبيل وفاته استأمنت الميذا من تلامذته الذين رأى فيهم الإخلاص والنباهة وقال له تعالى يا ابن كل كتبي أنشيلة في المكان ده قال له طيب إيه المطلوب قال له لما موت تعال حط يدك على إيدي انقبضت يدك على انقبضت يدي على يدك روح يحرق الكتب دي لو فضلت ماسك على إيدك كده وقافش روح ولع فيها ليه قال له بقى أنا كده كنت مرائي ما أخلصتش لربنا فيها تخيل وإن بسطت يدي لو أنا سبت إيدك كده وبسطها يبقى روح انشرها للناس فحسبي أن الإخلاص فيها فالولد لما حضرت شيخه لإمام الموارد الوفاء راح ذهب إلى شيخه ووضع يده في يده فلم يقبض عليها لحظة وإنما بسطها فأخرج الكتب للناس وأعلم الناس بعلم الشير قيل إن الإمام مالك رضوان الله عليه وعرضاه لما كتب الموطأ وعراد أمير المؤمنين في ذلك الوقت أن يجمع الناس عليه قال له لا وقيل إنه هو قال له نحط على ظهر الكعبة سنة كاملة فتتعد عليه كل عوامل الجو مطر بقى وشمس فإن نقص منه حرف فلا تنشره بين الناس أكون قد نافقت فيه يبقى فيه حاجة مش مزبوطة فيه وإن صار فيه لا تغيير فيه فانشره حطوا سنة فوق ظهر الكعبة منقص حرف على الرغم من الشمس والمطر انظروا كيف كانوا يخلصون لربهم وكيف كانوا يخافون من ربهم ولا يهتمون بالناس تعالوا روح لنفاصل نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاتنا اليوم معروضة على حضرته ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيام الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة أهل الإخلاص يستصغروا العمل الصالح مهما عظم ويستعظموا العمل السيء مهما حقر ركز في الكلام ده أهل الإخلاص يتبح ميت أكل بعدين تيجي تقول له بارك الله فيه كلك أن أنا عملت إيه بس ربنا تقبل يا رب يبقى كل سنة بيحج ويعتمر تقول له ما شاء الله يقول لك والله ربنا ده ربنا الموفق وآه أما ليه ودي حقيقة خد بالك أحد أئمة التفسير افتتح كتابه بكلمة الحمد لله وقال وراها كلمة جميلة قوي ولا أدري أأحمده على حمد النعمة أم على نعمة الحمد ما أقوع تفتكر أن أنت لما توصل للإخلاص ده هتوصل له سهلا لا 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 ده أنت عايز رياضة جمدة جدا عشان تخلص عايز مجاهدة جمدة جدا لأن الشيطان هيجي بقى يعظم لك العمل ويجي حاول يفسد عليك لا ده أنت محتاج بقى تتعلم النية ولذلك قالوا تعلم النية فإنها أبلغ من العمل ورب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية أما ليه عشان كده النبي قال إيه ما تصلي عليه الأول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجا يقول إنما يبعث الناس على نياتهم يا الله أنا وإنت نبعث عن نية بتاعتنا أما ليه أما ليه ألازم كل واحد فينا هيبعث على النية اللي هو سلكها تخيل كده فعشان كده لما ترجع وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتوبه إلى الله ويستغفر بيستغفر من إيه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيستغفر من إيه لما تلاقي الصحابة دايما كانوا بيتهموا نفسهم بالتقصير لما تسمع عن أبو حنيفة النعمان الذي يصلي ركعتين في جوف الكعبة يقرأ فيهما القرآن كله لما تسمع عن من كان يصلي الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة لما تسمع عن سيدنا عثمان بن عفان وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وعثمان بكاء عثمان خايف من ربنا سبحانه وتعالى لما تسمع عن سيدنا عمر وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن سيدنا عمر بما لم يتكلم به عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تسمع أن سيدنا عمر ده نفسه اللي رايح بالليل في منتصف الليل يخبط على سيدنا حزيفة بن اليمان رضوان الله عليه وأرضاه فيفتح سيدنا حزيفة السلام عليك يا حزيفة فيما جئتنا يا عمر وده مش وقت عمير المؤمنين خلاص انت بيت عمر هنا بقى إيه اللي جايبك فيما جئتنا قال جئت في أمر يخصني قال له تفضل عايز إيه خير قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعك أسماء المنافقين السبعة عشر سبعتاشر اسم من أسماء المنافقين كي لا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين قال له آه صح ما هو سيدنا حزيفة بن اليمان كان كاتم سر الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع بقى سيدنا عمر يقول له إيه سيدنا عمر ده قبل ما قولك قال له إيه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بيقول له أنا شفت الحرية بتاعتك شفت أسرك في الجنة وشفت الحرية بتاعتك على باب الجنة بتتوضى فغضط بصري خشية أنت غار ده من اللي بيقول ده سيدنا النبي اللي ربنا قال فيه خلي بالك وما ينطق عن الهوى يعني النبي بيقولك لما يقبلش أي شيء بقى خلي بالك بيقول له أنا غضيت بصري خشية أنت غار فقال عمر لسيدنا النبي بل عليك يغار يا رسول الله ده أنا غير عليك أنت مش عليها هي رايح لسيدنا حزيفة يقول له إيه يقول له بلغني أن رسول الله أودعك أسماء المنافقين السبعة عشر فبالله علي انظر أمين بينهم رجل يسمى عمر بن الخطاب بالله عليك أنتم متخيلين الأمر إما عمر بن الخطاب بيتهم نفسه بالنفاق وما نحن نتهم نفسنا بإيه يعني أنا مش عارف أقول إيه بالله عليك ياللي بتخرج كل حاجتك لبرة خلي بالك ده صدقة والسر تطفئ وغضب الرب وخد بالك بس خلينا أخذ بسمة الأول سلام عليكم ست بسمة ولكم السلامة إزاي حضرتك؟ سلمك الله من كل سوء ومكروه تفضلي نعم نعم تارب دلوقتي أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال أنه الأخ هو معوق نعم وكان أخذ قرد من البنك آآ وفد مثلاً ثلاثة ربعه تمام ودخل موضوع الكورونا وكده فالدنيا بازت معاه والمحل قفل وتعذر في السداد القرد ده طيب وحياته اتقلبت رأسه على العقد مم يعني دنيته بازت خالص والآآ وصاحب الشق اللي كان قاعد فيها آآ مشا منها عشان هي كانت إيجار والدنيا آآ مش متزبطة معاه خالص وهو أصلاً متعلم يعني بس إيه؟ حتة إن رجله يعني يعني مستليمة وكده ففرصة في الشغل ضعيفة طيب يعني الناس عايز أنا كنت عايز أسأله هل الموضوع الكارد دوت عشان فيه نسبة حرمانية طيب هو أخذ القرد الإيه؟ كان فاتح محله وكان واخذ القرد دوت عشان يعني يعني يمد المحل بقى بالهدوم وكده يبيع فيه هدوم يعني يشتغل بيه أوه ولا يطلع يصيف بيه في الساحل لا 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 ولا يجيب بيه عربية بيه لا يشتغل ماشي يا بس إن شاء الغال شكراً يا بس شكراً يا بس أسأل الله العليا القدير أن يفرج همه وأن يزيح غمه وأن يسد ددينا وأن يعجل بالفرحة له القرد أجازته دار الإفتاء المصرية وهي أعلى هيئة علمية في بلادنا الحبيبة ومعنى دار الإفتاء المصرية أجازته يبقى معنى أنه مش هيجلب أمر فيه خراب إن شاء الله وإن كنت أنا لا أميل إلى الكروت وأتبنى الرأي الذي يمنعها أو يمتنع عنها اللهم إلا في حالة الضرورة فآخذوا برأي دار الإفتاء المصرية يعني في حالة الضرورة طيب أنت بتقولي الكلام دا لي يا شيخ؟ لأن في ناس بتتوسع فيها توسع فاحش في واحد تلاقيه واخد قردة عشان يغير العربية واحد تاني غير واحد تاني واخد قردة عشان يروح يصير بشوف الناس دي والله ويجي يسأني بعد ما يكون خد فعلشان كده بقولي الأخ الكريم دا معلوش حرمة والقرد ما رجعش عليه بخراب ومس زي ما الناس بتقوله داربة فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا الرأي المسكين عايز يأكل لقمة تعيش عايز يأكل لقمة بالحلال عايز يربي بنته ويربي بيته ويربي زوجته ويحسن إليهم ويعيش عيشة كريمة فلجأ إلى هذا الباب الذي هو باب أجازته أهل أعلى هيئة علمية في مصر يعني لمحمد أبو بكر ولا غير لي لزمة جنب دار الإفتاء المصرية لما تقول خلاص كده والراجل أنا ما سألتها علشان أفسره واخد ليه واخد يأكل بعيش فلا شيء عليه مطلقة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يكون هناك ذنب آخر غير هذا لكن ده معروش في شيء إن شاء الله ربنا يسدد عنه وإن شاء الله ربنا يتولى أمره إن شاء الله ربنا يحنن القلوب ليه ويسر له الأمور ويفتح له مغاليك الأبواب اللهم أمين رجع بك تاني في عجلة الفقير والمسكين اللي حضرتك بتقسمه بالصور ده اللي أنت بتصوره عشان تنزله خد بالك الفقير والمسكين ده لو أنت عرفت الحقيقة تروح تبوس إيده عم الحج وإنت بتديره كده كيلو اللحمة مش تتصور لا لأنت تبوس إيده عارف ليه؟ علشان أنت مسكين عليك دين وراح تسدده اسمع كده ربنا بقول ليه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني ده لي مالك حق جاي يخذوا لا بتديره منك ولا بتديره تفضل أنت مثلي مسكين أنت مثلي تسأل الله غاية الأمر أن الله ابتلاك أنت بالمال وعافاني أنا منه لتتعطف أنت بمال الله علي واعلم أنك إن أحسنت نعمة الله علي فتح الله لك باب الأرزاق ولم يغلقها وإن لم تحسن غلقت في وجهك لأنك أسأت الاستخدام افتحوا أبواب الرزق للعباد يفتح الله لكم من فتح يفتح له استروا عباد الله ولا تفضحوهم أعطوا عباد الله في السر أكرموا اليتامة أكرموا الفقراء أكرموا المحتاجين واجعلوا ذلك ليوم الحصرة وليوم الندامة يوم القيامة لا تباهوا بذلك أصحابكم ولا أقرناكم ولا أصدقائكم ولا أهل بيتكم ولكن باهوا بذلك بين يدي ربكم لمست هذا فليعمل العاملون اللهم هل بلغ اللهم فاشهد ارفعوا أكف الضراعة إلى ربنا في هذه الساعة اللهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا من كل شائبة من شوائب الدنيا اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الريال اللهم طاهر نفوسنا من حب الظهور طاهر نفوسنا من حب السمعة طاهر نفوسنا من الشهرة رزقنا إخلاصا في أقوالنا رزقنا إخلاصا في أفعالنا رزقنا إخلاصا في أعمالنا رزقنا إخلاصا نخلص فيه فنلقاك مخلصين نلقاك موحدين وأدخلنا الجنة بسلام اللهم حرمنا على النيران يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعلم أنك لطيف وندري بلطفك لا يزال ينزل بنا ونرى أن آثار لطفك وسترك تستل علينا فأرحل اللهم علينا سترك الجميل ولا تعاقبنا بسوء فعلنا ولا بسوء أدبنا ولا بسوء أعمالنا اللهم احفظ بلادنا وأمن العبادة في كل مكان وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة ردنا اللهم بما تختار اللهم ردنا بما تختار اللهم ردنا بما تختار وقدر لنا ما هو خير يا أكرم الأكرمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلمين السلام وصل اللهم وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وأهليهم والحمد لله رب العالمين إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمنه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وربنا دوما يقول إني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب